ايه ملخص انشطة تنظيم التكفير والهجرة انهم كفروا الناس ثم حملوا السلاح تنظيم التكفير والهجرة وشكر مصطفى رحوا فين احنا النهاردة هو في 2015 رحوا فين مش موجود زين ليه زين لانه غير قابل للبقاء لانه استخدم نفس الادوات والخامات الشريفة لكن من غير غير مش هنا شوية فوجئنا يا شباب بشيء تاني موجة اخرى من موجات العنف والتكفير اسمها تنظيم الجهاد خرجت على الناس حملت السلاح اراقت الدماء اختطفت عقول من اختطفت من الشباب والنهاردة في سنة 2015 غير موجودة ما ملخص الانشطة التي قام بها تنظيم الجهاد على مدى عدة سنوات انه اطلق التكفير في وجه الناس ثم حمل السلاح امشي في دشباية لاي انه دهزال ثم طرأ شيء يسمى بتنظيم القاعدة ثم طرأ شيء يسمى بتنظيم داعش ثم شيء يسمى ببوكو حرام وذاكما اشتركوا في القناة